اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطلبات الصف الاول السنوي الزراعي وحلقة جديدة من برنامج يكون مفضل في بيتنا المدرسة ووحدة الممارسات الصحية الجيدة برنامج فن تصنيه غزائي الصف الاول السنوي الزراعي طبعا احنا وصلنا في الحلقات اللي فاتت احنا خدنا المخرج الاول اللي هو مسببات المخاطر في المدر الزراعية واخدنا حلقة من الممارسات الصحية للمنشأة والعملين ووصلنا ان احنا هناخد النهاردة ان شاء الله ازاي بعمل المنشأة او بختار مكانها او بختار المباني بتاعتها الاعتبارات الخاصة بمكان المنشأة باختصار شديد الموقع المهم جدا الموقع اي وحدة او اي منشأة غزائية او اي مصنع غزائي لازم يكون بعيد عن مصادر التلوس ومصادر الخطر قريب من الاسواق اللي هو شبكة الطرق قويسة جدا شبكة المياه والصرف الصحي والشبكات الصرف الصحي والشبكات الصرف الصناعي بيكون ممتازين في المنطقة اللي هيتبني فيها المصنع في المنطقة اللي هيتبني فيها المصنع فالاعتبارات الخاصة بمكان تشيير المنشأة مداخل ومخارج المنشأة يجب ان تكون محكمة الغلق وسهلة التحكم طرقات النقل داخل المنشأة يجب ان تكون ممهدة وبقى خطوط سير واضح الطرق الداخلية طبعا احنا زي ما احنا قلنا في الحلقة اللي قادر لازم يكون فيه اسهم وارشادات وحاجات وارشادات بتوضح اماكن كل حاجة داخل المصنع لابد نتم وضع الالات بطريقة تسمح بسيانتها وتنظفها مراعاة درجة ميل وزوايا الارضيات والحوائط والنوافذ مناطق استلام منتجات الخام والانتاج والتخزين وخدمات العمال يجب ان تكون محددة وواضحة مناطق تحميل الحاويات ومناطق التخلص من المخلفات يجب فصلها وتمييزها الظروف البيئية والمناخية المحيطة بالمنشأة يجب ان تكون ملساء دي احنا كلها مناسبة يجب ان تكون مناسبة دي كلها خدناها في الحلقة اللي فاتت توافر مصدر مياه مناسب للماء بالكمية والكيفية المطلوبة يعني كمية المية كمية المية اللي انا هستخدمها او المصدر المية بيكون كافي كافي للعمليات داخل المصنع ما يكونش المصدر ضعيف فطبعا هيوقف الانتاج لما يكون المصدر ضعيف بحيث ما يكونش متناسب مع حجم العمل داخل المصنع طبعا هيكون الانتاج بتاعه هيتوقف او هيحصل له اعطال تجهزات التنقية الماء ومناطق تغزين او معالجة المخالفات الصلبة لازم تكون مناسبة توافر وسائل الاتصال جيدة داخل المنشأة يعني لازم يكون فيه شبكة داخلية للاتصالات داخل المنشأة لكل حاجة داخل المنشأة لكل مكان له وقود بيتصل عليه من خلال الشبكة الداخلية ان يتوافر سياج واقي فعال زي ما احنا قلنا اللي هو الصور لازم يكون مناسب للمكان اللي انا هبدأ اعمل فيه المصنع ان تتم اقامة المباني في اماكن امنة بعيدة عن مصادر التلوث او اي مخاطر مثل المخالفات او النفايات حفاظها على سلامة المنتج يعني زي ما قلنا لازم مكان المصنع بعيد عن مصانع تخيل مثلا البترول مصانع الغزل والنسيق مصانع الاسمن محاجل الزلط والرم بعيدة عن مكبات النفايات او مقالب الزبالة والنفايات لازم المصنع بتاعي يكون بعيدة عنها عشان ما احصلش اي تلوث هوائب الابخرة او لو فيه قوارد او حشرات بالنسبة للقمامة طبعا هتكون مقوى للزباب للنموس للقوارد الفيران ده كله طبعا ممكن هياجئ بسهولة جدا للمصنع بتاعي وبالتالي هيلوث لي المنتجات او هيباوز للخامات والمعدات او هيباوزه للمنشآت نفسها وممكن يباى خطر على العمال كمان وخطر على المنشآت نفسها لو قوارد او فقران ان تقام بمناطر امنة بمنقى عن الاماكن المتوقح بها حدوث سيول او فايضانات او بعيدا عن مصادر الخطر يعني ما ينفعش احطها جنب جبل زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ما ينفعش احط المصنع جنب الجبل هيبقى فيه تساكت صخور او مخارات سيول وابن المصنع طبعا هيتضمر طبعا هيتضمر نسبة الخطر هتكون عالية جدا ما ينفعش احط المصنع بتاعي او ابن المصنع بتاعي جنب اه بعض الانهار اللي بيحصل فيها فايضانات او جنب بعض الطرع اللي بيبقى فيها انسرادات وبالتالي بتغرق لي المكان بتاعي او المصنع بتاعي طبعا دي كلها مخاطر لازم اتجنبها المباني والحجرات التصميم الداخلي هو احسن تصميم طبعا لازم يكون حرف الالف او واحد او اي مستقيم خط مستقيم ده انسب حاجة للتصميم الغذائي ليه لان هيبقىش فيها اي تداخل للمنتجات مع الخامات هيبقى الخامات من اتجاه المنتج الغذائي والتعبئة هيبقى في الاتجاه التاني هيبقى في الاتجاه التاني لابد ان يسمح لتصميم الداخلي والتخطيط بجميع المبارسات الصحية الخاصة بالغذاء لابد ان يتسم التخطيط والتخطيط المصنع بالمنطقية والخط المستقيم ويسمح ان يكون على هيئة ياما حرف اي او واحد او الف تالخط المستقيم او حرف اللام او ال او حرف اليو او حرف يو رياطي المجال ان يسير المنتج في اتجاه واحد اللي يهمني ان المنتج يبقى في اتجاه واحد ما يحصلش لداخل ما بين الانتاج بين الخامات والمنتجات الاماكن بقى التي تتداخل فيها العملية الاصطناعية اللي قد منفصلها باستخدام فواصل عزلة او ان يتم تحددها في مكان محدد باستخدام اي طريقة فعالة يعني ببعض المصانع بيكون الطول مش اه بش فيه طول مناسل للمعدات والخامات فبيبدأ يعملها بحرف او حرف لام بيعملها بحرف او حرف لام او بيخلي المنتجات المنتج بقريب من الخامات فلازم افصلها بعوازل لازم نافصل الحاجات يعني بمعنى ان دي الخامات وده المنتجات سيجبه فيه فاصل زي الورقة دي كده مسلا انا اسمي المسال ما بين المنتجات والخامات ما بين المنتجات والخامات بعد كده تصمم مباني المنشأة على شكل حرف اي زي ما احنا قلنا او على حط اي على خط مستقيم او على شكل حرف ال او تأخذ شكل يو تصمم المنشأة بان يكون مستوى البناء متفع ليه متفع بقى على سطح الارض الارتفاع ده بيسهل لي بيسهل لي حاجتين بيسهل لي عملية الصرف لاي سوائل الماء او التنظيف بيبقى بسهل سهل جدا للمصنع بتاعي او عند التحميل للعربيات بتاعتي بيكون في مستوى العربيات فبتبدأ الكلاركات بتبدأ تحمل بسهولة للعربيات بسهولة يعني العربيات بتبقى مقفلة فباش فيه اي فتحة اللي الفتحة اللي ورا في العربية من ورا فطبعا الكلارك هيبدأ يدخل جوه العربية ويبدأ يحط الاي كراتين او العبوات بتاعي المنتبه الغزائي بتاعي بكل سهولة ويصر وبيكونش فيه اي معوقات للتحميل يبقى التنظيف والتحميل ده عشان كده بنعمل المصانع بتبقى اعلى من العرضية اللي خارج المصنع بعد كده تخطيط المصنع زي ما احنا قول التخطيط المصنع على شكل حرف اي او ال او يو التخطيط على شكل حرف اي اللي هو على شكل خط مفتقيم ده يمكن استخدامه فقط في الحالة المصانع التي تقوم بانتاج منتج واحد بيبقى فيها منتج واحد بس ده بيبقاسها الحاجة دي بالنسبة للتخطيط على شكل حرف ال ده اكسر انضغاطا من الشكل السبق مع حركة مرور ال دكا بيسمحلي بالمرور بمرور سهل جدا اللي هو الحرف الاي ال ال بيقلل الحركة شوي بيقلل الحركة للعمال شوي خطوط سر المنتجات اقصر من النوع السابق خطوط سر المنتجات بتبقى اقصر من النوع السابق التالت حاجة التخطيط على شكل حرف اي ام تبقى ده شكل الاكسر انضغاطا يعني بيضغط كل حاجة داخل المصنع عشان بيخليها بحرف اي او مصارات الافراد والمنتجات قصيرة يعني الحركة بتبقى ايه منع عادي ما او شبهم منعدي ما داخل ايه المصنع بيبقى الحركة بتاعتي عند الخمات والمنتجات فقط لغير التانية بتبقى عند الصيانة ونظفة فقط بس بعد كده حركة رسالة المنتج لابد من فصل الاماكن النظيفة عن الاماكن الغير نظيفة بمعنى الاماكن النظيفة جدا لازم تكون خط الانتاج خط الانتاج بفصله تماما عن مسلا طرات المياه بفصله عن المخازن بفصله عن غرف خلع الملابس عن مسلا او غرف راحة العمال او كده او عن الادارة طبعا لازم احتم بالمصنع قويس جدا 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 عشان ما احصلش اي تلوث بعد كده لابد من تقليل مسافات سرايان سرايان المنتج الى الحد الادنى يفضل الخط المستقيم احسن مكان او احسن طريقة لانشاء المصانع هي الخط المستقيم للالات الخط المستقيم للالات لانها بتقلل مسافات سرايان المنتج نفسه بحيث ان انا يعني مثلا في حرف اللام في الزاوية دي لازم في ميكينات معينة بتوجه لي المنتج في التجاه التاني لكن في النسبة للخط السير المستقيم او المنتجات في الخط السير المستقيم ده تبقى سهل جدا تبقى خط السير واحد لا يحصلش فيه اي اعطال ولا اي تلوثات لابد من تقليل حرف السير والمرور ده في المسائل لحد الادنى يعني بمعنى ان الاماكن الاكثر التواجد فيها للعمال هي اماكن الخمات والانتاج والتعبئة الماكينات الماكينات اللي ما عليهاش عمال يفضل ما يكونش عليها اي عمال الا عمال النظافة اللي لما يجب ان نظافه او بتوع السيرانة ساعت فيه اي سيران ولما يكون فيه عمال على الماكينات بيفضل يكون عامل واحد فقط لا غير عامل واحد فقط لا غير لابد ان يكون اتجاه الحركة دائما من المناطق الاعلى نظافة الى الاماكن الاقل نظافة وليس العكس انا تجنب التداخل ما بين المواد الخام والمنتج النهائي كما احنا قلنا لازم نفصل ما بين الانتاج والمنتج الخام دخول مواد الخام من مكان وخروج المواد الانتاج الى المنتجات من مكان تاني المنتجات او المخلفات منتجات والمخالفات لازم برضو نفصل ما بين المنتج ما يكونش عنده اي مخالفات نهائية ما يكونش عنده اي مخالفات نهائية علشان اضمن ان نسبة التلوث سفر ان اضمن ان نسبة تلوث سفر هنا الاشتراعات تكون مواد البناء امنة وغير سامة ومطابقة الاشتراعات السلامة وتكون مقاومة الحرق. بمعنى المواد اللي هابني بيها ما ينفعش تتحرق بسهولة. ما ينفعش تتحرق بسهولة. وكمان تكون مقاومة للصدمات. او مقاومة لما اي حاجة من المواد الخام وقعت عليها مسلا على الحوائل دي او على الارضيات. بنتنظف بسهولة بحيث ان مواد التنظيف ومواد التظهير والمية ما تقصدش على الارضيات ولا على الحوائل. بحيث ان الدهنات الحوائل مثلا ما تقصليش او ما تقعش داخل ممرات الانتاج. وبالتالي هيلووس لي المنتج لو بقعت الوقت بتاعها. فعشان كده بنقول انها بتكون امنة وغير سامة ومطابقة للشتراكات السلامة وتكون مقاومة للاحتراك. عند تصميم المنشأة يجب ان تكون الاقصام والموادات مرتبة بطريقة منطقية زي ما احنا قلنا قبل كده. طبقا لتسلسل الانتاج المتوالي بان يسير المنتج في اتجاه واحد مما يسهل من عملية التصمية. عند تصميم المنشأة يراعى ان تتم عمليات النظافة والصيانة بسهولة ويصل. في حاجات لازم عند وضع المعدات بتكون بعيدة عن الحوائط بحيث ان يكون في مسافة بتسمح بمرور عمال الصيانة وعمال النظافة بحيث ان اي حاجة تظهر في الماكينات او جنب الماكينات بالنسبة لعمال النظافة ينظفوها بسرعة او بعد انتهاء عملية التصمية يبدأ ان تنظيف في نهاية اليوم. لو اه لو في منتصف اليوم بيبقى في اعمال بتنظف باستمرار وبتحوش المخلفات من داخل صلاة الانتاج بسرعة. بالنسبة للصيانة لازم تتم في مواعدها لان فيه سيانة. دقال فيه سيانة طريقة في سيانة دورية فيه سيانة وقائية. السيانة طريقة لو حاجة لو ما كانت فجوة وقفت فجوة فلازم أصلاحة نفس الوقت فلازم يبقى في سهولة لقصول عمال السيالة للمكان اللي تعطلت فيه المكينات او المكينة دي او المعدة دي تعطلت في المكان ده ففيه مكان يسمح بدخولهم وانهم يشوفوا شغلهم بسهولة ويصل. وكمان العمليات الطارقة احنا كده بنقول العمليات الطارقة اللي هي لقيه فجأة. السيانة الدورية اللي بتتم كل فترة بحيس ان ما يعصلش اي اعطاء. السيانة الوقائية دي بشوف بالسمرار اي حاجة بتجد بصلاحها بالسمرار بسرعة بحيس ان ما اقفش عملية الانتاج. عند تصميم المنشأة يرعى ان ايه? ان تتم بسهولة ويصل لها لعملية نظافة وتطهيق. ان تتحمل ابنية المنشأة لاجراءات المختلفة التي تتخذ تتخذ عند تنفيذ خطط المكافحة الافات بالمنشأة. لقد يا الله لو جاه لو جات حشرات او فقران او كفارد او اي حاجة. لازم الابنية بتاعتي بتتحمل بنتحمل العملية المكافحة ورش الحاجات اللي انا بقدر رشها لمكافحة الافات والكورد. بحيس ان المواد دي ما تقصر ليش او المباني بتاعتي ما بتتقصلش بالمواد دي. وكمان انا بختار مواد ما تقصر ليش على المعدات وما تقصر ليش على سلامة المنتج لو هصنعه في بعديها. بحيس ان يقدر رزلها بسهولة بالمية بالمواد التنظيف والمواد المطهرة. هتتم عمليات الصيانة المباني المنشأة الحوائط والخواطع والاسقف دون تأثير على سير وتتابع لعمليات الانتجية ولا تؤسر ولا تؤسر على جودة وسلامة منتج النهائي. يعني في بعض المصانع بيجيبوا حوائط جاهزة او اسقف جاهزة. لو هيتم اي صيانة. للحوائط دي او القواطع دي. بيتمي بسهولة بحيس ان ما يتقصر ليش على خط سير الانتاج. ما توقف ليش الانتاج بمعنى صح. وكمان ما تقصر ليش على خط سير الانتاج ولا على المنتج اللي انا اصنعه. جودة وسلامة منتج يهموني في النهاية. بحيس ان اسم المصنع ما يتهزش. اسم المصنع حينها ما يتهزش. بالسبب حاجة. بعد كده تصمم المنشأة باقصامها المختلفة بان تكون كل العمليات في اتجاه واحد. وبصورة منتظمة. تساعد على تسهيل عملية الانتاج. ادداء من استقبال المواد الخام الاولية. ثم تصنيع وتعبئة وتخزين حتى خروج المنتج النهائي وشحنه وتسويقه حتى لا يحدث ارتباك يؤدي الى عاقة الانتاج. زي ما احنا قلنا. لازم خط الانتاج يكون في مكان لدخول للمواد الخام. خط الانتاج بعديه بيدخل من مكان. خط سير الانتاج. المنتجات بتطلع من المكان التاني بعيد عن اماكن المواد الخام. والتعبئة بتتم في النهاية. والتعبئة بتتم في النهاية. وبعد كده اماكن التخزين في المصنع بعيدة عن اماكن الانتاج. في مسافة بينها يعني. بحيث ان ما تصليش على المنتج. وعلى خط سير الانتاج. وكمان مكان الشحن للمنتجات بعيد عن اماكن الانتاج. بس برضو داخل المصنع. ما يكونش بحيد اتنين دقاتة كيلا. حتى خروج المنتج النهائي وشحنه وتسويقه. حتى لا يحدث ارتباك ويؤدي الى عاقة الانتاج. هنا هنشوف الفيديو ده. على سبيل المثال. هنا موقع المنشأة سلامة الجزاء وحالة المعدات. النظافة المكافحة. الرد المخلفات. التعريف ووضع المخلفات. هنا موقع المنشأة مهم جدا. البيئة المحيطة بالموقع. تحليل وتقييم المخاطر. اللي انا بشوف المخاطر اللي هقدر اتعرف لها ايه. وابدأ اتلفاها. بعد كده مكان المنشأة زي ما شايف كده. يجب مراجعة البيئة المحيطة. او الانشطة المحيطة بالمصنع. للتأكد من عدم موجود اي انشطة. لموقع او مواقع ملصقة. يمكن ان تؤثر على عملية الانتاج. والذي ستؤثر على سمعة الشرك. او على سمعة المصنع. بحيث ان يكون المصنع بتاعي بعيد عن اي ملوثات خارجية من مصانع تاني. من مصانع تانية. زي مصانع اسمنت زي ما احنا قلنا. مصانع معامل تكايل البترول. اه غزل النسيج. محاجر الرمل. مكبات الزبالة والحاجات دي. لازم تكون بعيدة تماما عن مكان المصنع. اي مصنع للمنتجات الغزائية. علشان الهوا هينقل لي الابخرة. والاتربة بتاعة المصنع دي. وبالتالي هتقصلي عن المنتجات بتاعتي. فبالتالي هتقصلي على سمعة مصنعي. وبالتالي نسبة البيع بتاعي هتقل. بسبب ان انا اختارت ما كان غلط. بعد كده. زي ما احنا شايفين. ده بعض المصانع. اهي. بعد كده ما يكونش قريب من مكب نفايات او مكب زبالة زي كده او مكب زبالة زي كده او كمامة. يكون بعيدة لان ده هيكون ماء والحشرات والدبان والصرصير واي حشرات تانية. فبالتالي القوارض والسران دي هتكون هتأثر على المصنع بتاعي. ما يكونش في مية رقدة جنبية او ريبة من المصنع اللي وبالتالي هتقصلي على المصنع. الصرف الصحي بيكون سهل جدا وبسيط وبحيث انه ميقصليش على المكان بتاعي. التحقق من مصدر المياه ما يكونش يختلط بمياه الصرف صحي. تكون المياه نقية جدا وسليمة وصالحة للشرب والاستهلاك. ليس بجانب الصناعة المحلية التي تمدق دخانا زي ما احنا شايفين في الدخان في الفصور على سبيل مثال. اللي تمدق دخانا وغبارا كثيفا يؤثر على رائحة المنتجات. بالنسبة للانشطة الداخلية للبعض للسكان القريبين من المصانع طبعا ممكن تأصرلي على المصنع وبتطلع الروائح فبتطلع وبالتالي بتأثر على المصنع بتاعنا وروائح المصنع المنتجات بتاعتنا وبالتالي هتأثر على سمعة المصنع. يجب التحقق من اي انشطة مدنية او انشطية بجانب موقع المصنع ومراجعة تأثيرها. بحيث ان لو هيتبني حاجة قريبة مني. المكان ده او ماكن نشاط العمال دول ما يقصرليش على المصنع بتاعي. الاتربة والحاجات اللي هتطلع منهم بتكون ممكن اخليها او اتنقف اتجنب حدوث اي مؤسلات ليا. طبعا ما يكونش المكان بتاعي قريب من مكان الفيضانات زي كده او انسداد الترع والمصارف اللي بتقدي الى الغرق الماكن زي كده زي ما احنا شايفين في الصورة. طبعا هنا آآ ما يكونش فيه عشب طويل او نجيلة طويلة داخل المصنع زي ما احنا مسلا شايفين القلط دي على سبيل المسال بتستخبى فيه النجيل ده. طبعا وبعض رحشات والقوارد بتاثر اللي على النصنع. طبعا مش العاش بتقول بس او نجيلة طويلة بس الصور نفسه. ما يكونش بالطريقة اللي احنا شايفينها في الصورة دي. يكون صور كويس جدا. يكون فيه وحدة لتحليل وتقييم المخاطر والجودة. وضمان الجودة. واختيار موقع ومكان وبيئة مناسبين لتنفيذ معيج سلامة الاغذية لمنتجات الشركة بتاعتنا. او المصنع اللي احنا هنشتغل فيه. او اللي احنا هنبنيه. ما يكونش قريب مسلا من مكان من اماكن براقين زي كده. او اماكن مخارات سيول او اماكن سقوط سخور من على بعض المتفعات القريبة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. المباني والمنشآت يجب ان تتوفر الاشتراكات التالية. المساحة المناسبة مع الطاقة الانتاجية. المساحة يكون مناسبة مع مع كمية المنتجات اللي انا هنتجها. المساحة بتاعة المبنى لازم تكون نسبة تماما لكمية المنتجات اللي انا هنتجها. والسعة الاستراعبية للمصنع. بعد كده المساحة الخارجية للاحتياطات الامنية. المساحة ما بين المكان الانتاج نفسه والمخازن وبين الصور. يكون فيه مسافة امنة بحيث ان البره ما اصليش على المصنع بتاعي. وكمان يكون فيه مكان فراغ ما بين الصور واقرب مصنع او اقرب حاجة. ما بين الصور بتاعي واقرب حاجة. بحيث ان يكون فيه مسافة امنة. ما بين مكاني او مصنعي بتاع المنتجات الغازية او اصلي مصنع تاني بحيث انه ما اصليش عليه. نوعية المباني المناسبة للعملات الاصنيعية. المباني بتتحمل لازم تتحمل الى التحرك الماكينات. المباني نفسها او الحوائط لازم تتحمل تحرك او التزاة الماكينات او العربيات او الكلوريكات اللي شغالة داخل المصنع. وكمان تتحمل لو حصل اي سقوط للمنتجات. لو انا عملت عملية عملية نظافة او تطهير. ان المنظف او المطهر اللي انا هستخدمه ما يصليش على الحوائط او الحوائط نفسها او هنبدأ الحوائط نفسها او الارضيات او الاسقف ما يتأثرش بالمنظفات والمية وبحيث انها متلو ما يسببش التلوث للمنتج الغذائي بتاعي. بعد كده تأمين المداخل والمخالج من الحيوانات والمدوسات. بالنسبة للاي فتحة بحيث ان يكون باب او نافذة شباك يعني او الباب الخارجي بتاعة المصنع بتاع المصنع او القابوة الداخلية. تفتح اوتوماتيك لما يكون حد من العمال او العربيات او السيارات داخل او خارج. داخل او خارج من الباب. بيكون البروز اللي بين الباب والحوائط ما فيش اي فتحات او اي شروخ او اي نوافذ تسمح بمرور اي حشرات او اي كارت. يكون فيه مسلا الابواب بيبقى فيه باب بالنسبة للابواب الداخلية بقى. باب خارجي وباب بعديه بمترين تلاتة داخلي. بحيث ان لو دخل اي كوارد من الباب الخارجي. ده عدم من الصور عدم من باب الصور. وصل لحد الباب الخارجي للمصنع. للمبنى نفسه. يبقى فيه كاميرات بتلقط لاي حاجة دخلة. بحيث نبدأ اقومه في المكان قبل ما يدخل لجوه. قبل ما يدخل جوه. لان الباب التاني مقفول. تأمين دخول السيارات والافراد. تأمين دخول دخول السيارات والافراد. زي ما احنا قلنا لازم الابواب ما تفتحش يدوية. اللي عنده ضرورة قصوى. لازم بتتم عن طريق الحاسب الالو او كمبيوتر. لما العنام اليقف او العربية. تبقى واقفة داخل او خارج. داخل او خارج الباب. الباب يتفتح. يدخل. تقفل او يخرج. تقفل. تقفل وراه. بحيث انها تكون امنة جدا. لو حصل خطر. لو حصل اي مخاطر اي حراك اي حاجة. لو قدر الله لو حصل حاجة في المصنع. بيبقى فيه باب للطوارق. بمجرد بمجرد ان صفرات الانذار تضرب. يتفتح الباب ده اوتوماتيك العمال تطلع ونبدأ نعمل عملية مكومة الحراك او الخطر اللي موجود نبدأ نتعامل معه. بحيث ان انا اي عامل عندي يبقى امن تماما على حياته. ما يحصلوش اي اصابات او اي خطر لقدر الله. سياج واقع عند اللزوم. الصور طبعا لازم يبقى عالي. وفيه سياج من فوقية او سياج براه كمان. يعني فيه مسافة باب بين الصور والطريق. يبقى فيه سياج او نجيلة او حاجة برا الصور. علشان تحفظي كمان على الصور وتحفظي عن اماكن الحاجات اللي اماكن لتجميع القنامة والمخلفات. لازم بيبقى موجود مكان اجمع فيه المخلفات المصنع. وطبعا لازم افرزها كل حاجة لوحدها. علشان ابدأ لها عملية تطوير للمخلفات. الورش الفنية. طبعا دي بتاعة الصيانة. لازم يكون فيه ورشة عشان عملية الصيانة لمعدات والأماءة او اي معدات او اي مكينات داخل المصنع. بعد كده التصميم الداخلي. يشترط ان يتناسب مع طبيعة وتسلسل العمليات. سهولة الحركة. الارضية المناسبة. عزل الاقصام. تحديد اماكن الخطورة. تقليل مسافات السير المنتج. تحديد اتجاه سير الافراد داخل المصنع. الفصل بين المدخلات والمخرجات. احنا دي قلنا عليها قبل كده. تقليل وتقليل الحركة العشوائية. يعني العمال ما يتحركش بسرعة عشوائية. لأ عند ضرورة قصوة بس. عند ضرورة قصوة بس او في انتهاء العمل. يعني ما في بداية العمل او في انتهاء العمل. لكن الحركة ما بين المكينات وبعضها عند ضرورة قصوة. تمييز ملابس العمال في كل قصوة. يعني بتوع الانتاج يلبسوا زي معين بلون معين. عمال النظافة بزي معين. المشرفين بزي معين. بتوع الصيانة بزي معين. كل زي بقلو لون معين مختص به. كل حاجة منفصلة عن التانية. بحيث انه يبدأ اميز ما بين العمال واماكنهم. الحد بتالك توفر وسائل التطهير. وسائل التطهير والنظافة لازم تتوفرها مع عمال النظافة باستمرار. عشان لو حصل اي تلوس ابدأ اتعامل معه بسرعة. ابدأ اتعامل معه بسرعة. ابدأ نظافها مكانها وطحر مكانها وبعد كده اشتوفها بالايه? بالمية وهصلها تمام 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 ويبقى المكان اللي انا هشتغل فيه تمام ومنظيف. الحد من الزيارات الحد من الزيارات. لازم الزيارات للمصانع بتبقى في الحدود الامنة وليها ايام محددة وليها ايام محددة. بحيس ان الزائر بيبقى المكان اللي هو رايح ليه بس فقط لا غير. هو داخل للمغزن. ما يروحش حاجة غير المغزن. للاضارة. للاضارة بس. طيب بالنسبة لمشريف الجودة او لما بيجيلي تفتيش حكومي. تفتيش الحكومي لازم لما يدخن عن المصنع بيلبس نفس الزي بتاع المصنع يدخل جوانتي كمامة وتقل الرأس البلط ويدخل تمام ويشوف يفتش وعلي كده ايه? يطلع تاني بسرعة. بحيس انه ما يصليش على خاطس الانتاج بتاعي. توافر غرف لتغيير الملابس. لازم غرف خاصة بالعمال وممناسبة لعددهم. ومناسبة لعددهم. توافر ضرارات مياه صحية مناسبة لعدد العمال. يعني بحيس ان ما يكونش عندي الف عامل وعني دغتين دقاتة مياه. طبعا مش هكفي العدد. وبالتالي هيدمر لي البنية التحتية للصرف الصحي بتاعي او دغت المياه هتبوز بسرعة بسبب قصرة العدد الايه? ومش ابدأ ومش مش اقدر اعمل ليها عملية تطهير ونظافة خالص. بسبب كمية او عدد العمال الزيادة عن او عدد دورات المياه اقل كتير جدا بالنسبة لعدد العمال. عدد الدورات هنا بيبقى غير مناسب. فلازم عدد دورات يبقى مناسب لعدد العمال. الحوائط الاشتراك بتاعتها بيكون مقاومة لحرائك زي ما احنا قلنا. لو لو قد لاحظت حرائك للمصنع بتاعي بيكون الحوائط مقاومة للحرائك ما يتأثرش حتى بدخان بتاعه. لو جاء دخان حتى عليها لو مساحتها باي فوط بتاع التنظيف بيتنظف بسهولة ويرجع كأن كان ما فيش اي حاجة حصلت. عازلة للصوت والحرارة بحيس انه صوت الماكينات ما يطلعش بره. الحرارة لو في حرارة بره ما تأثرليش على المنتجات جوه بحيس ان التكييف المركزي بتاع المصنع بيكون شغال كويس بحيس انه يصليش على المعدات اللي جوه. سهولة تنظيف وتطهير. ان انا ساعتين اعمل لها عملية تنظيف عملية نظافة للحيطان. الحوائط بتاحتي. بس نظافها بسهولة. بنظافها بسهولة. بحيس انه يكون فيه سهولة ويسر في حركة عمال النظافة. ما يتقصروش باي حاجة حواليهم. ما يكونش فيه عائق لتنظيف الحوائط. الزوايا الالتقاء. الزوايا الالتقاء بتاع الحوائط وبعضها بتكون دائرية. ما تكونش عمودية. علشان تبقى سهلة التنظيف. وكمان ما يكونش مقوى للحشرات او الاتربة. لان الزوايا المستقيمة. الزوايا المستقيمة او الحدة. طبعا. آآ التنظيف بتاعها بيبقى صعب شوية. لكن لو دائرية. لو الزوايا دائرية. طبعا بيتنظف بسهولة ويسر. لا توجد فراغات بين الحوائط المركبة. اي حوائط. الحوائط وبعضها. ما يكونش فيه فواصل ما بينتها. ما يكونش فيه فاصل ما بينها. علشان ما تكونش مقوى للحشرات. وكمان لو حصل لقضى الله اي مؤسرات او اي تلوثات. ما تكونش دي مقوى لها. فطبعا الفاصل ده ما اقدرش انظفه. ما اقدرش اعمله عملية تطهير. فطبعا ما يكونش فيه فاصل او شروخ او كسور في الحوائط بتاعتي. اللون بتاعها يبقى فاتح ويكون مخالف للون المنتج. يكون مخالف للون المنتج. علشان لو حصل اي تلوث للحوائط. الاحظوا بسرعة واعملوا عملية نظافة بسرعة. بعد كده زي ما احنا بنقول اعملية بتاع حوائط المنشأة يراعى ان تسمم الحوائط بطريقة ملائمة لعملات التصنيع والتنظيف بان تكون ملساء ومدهون المطلاق فاتح اللون وسابتة وغير سامة ويمكن تنظفها وتكفيفها وتتحمل خطط مكافحة الافيات زي ما احنا قلنا قبل كده. يراعى ان لا توجد شكوك او زوايا حادة عند التقاء الحوائط بسطح الارضيات او الحوائط ببعضها لعشان زي ما احنا قلنا الزوايا الحادة ازا كان ما بين الارض والحوائط او ما بين الحوائط وبعضها دي بتتملي بالطراب اي ملوسات اي اثار حتى ممكن مواضي تنظيف نفسها بتبقى في الشوق دي او في الزوايا الحادة دي او اطناع بتاعي. فعلشان كده لازم الزاوية بتبقى دائرية. مراعاة وجود مسافات مراعاة وجود مسافات كافية ما بين الحوائط والالات والالات وبعضها. يعني في مسافة بين الحائط والالة. ما بين الحائط والالة. وبعضها والالات ونفسها. يعني الالة والالة الالة التانية يكون فيهم فصل بينتهم. لو المنتج مش هيعدي عليها يعني ممكن القلاء بتبقى متصلة بالتانية عادي. لكن لو في بعض الماكينات بتبقى منفصلة عن الماكينات الاخرى بيبقى في فاصل ما بين الماكينة والتانية او المعدة والتانية بحيس ان نقدر اعمل عملية نظافة ما себя المعدات وبعضها والمعدات نفسها. الحوائط لازم تكون معجولة بعز الحرارة. مقاومة درجة الحرارة العالية. وبرضو مقاومة الحرارة زي ما احنا قلنا. لو في وجود وصلات للحوائط ببعضها او الجدران او القطر الرئيسية لمنشأة يجب ان تكون متسك تماما بمادة شمعية. يعني لو في فاصل اقفلوا بمادة شمعية لصقة. المادة الشمعية نفسها يكون امنة وبالكده بانتنا عليها نفس الدهان بتاع الحوائط نفسه بحيس انه ما يقصر ليش او ما يكونش فيه مكان للماء واي اتربة او ملوسات او اي حشرات. ويسهل تنصيف المكان. اللي احتضلها الواجب الواجب توفرها عند تصميم ارضيات واسكو في المنشآت الغذائية. الارضيات غير منفزة للمية. خالية من الكثور والشقوق والحفر. زي الصلابة كافية لتحمل الضغوط والحركة. طبعا ان ارضيات المصانع بيتحرق عليها اي ماكينات او معدات فيها عجلات زي او العربية الصغيرة اللي هي بتنقل المعدات او معدات الصيانة او المنتجات المنتج النهائي بنقله من مكان الانتاج للمغزن او من المغزن بنقل المواد الخام للتصنيع. فطبعا لازم الارضية بتاعتي بيتحمل السير الماكينات ذات العجل. وبتتحمل اهدزات المعدات او الماكينات اللي انا شغال عليها. ارضية ارضية خاصة للمعامل مقاومة الكيميويات. طبعا احنا احنا بنتعامل ممكن مواد حفظة اه مواد ملونة على الحاجات دي لوها على الارض ما تقصليش على الارضيات. لو المواد الكيميوية بتاع المطهرة او المنظفات ما تقصليش برضو على الارضيات. والارضية مقاومة للحاجات دي ما تقصليش بيها بسهولة. بحيث ان ما ينفعش ان المطهر اللي انا هجيبه يعمللي سببلي موجود حفر او تآكل في الارضيات. وبالتالي لو انا عملت عملية نظافة وتطهير المية هتفضل في الحفر دي. وبالتالي الاتريقة والحاجات والاوساخ هيتضلولي في المكان ده. وبالتالي هيسببلي تلوث المنتجات بتاعتي. مقاومة للانزلاق. مقاومة للانزلاق. وسهولة التنظيف وتطهير. هنا مقاومة للانزلاق ان العمل بتاعي لو الارضية فيها حتى مية. ما يقعش بسهولة. ما يقعش بسهولة. ما يكونش آآ في بعض الارضيات بيتقامل ساق جامد. فاي رجل اللي بتاجي عليها بيتزحلق. فبيقع فبيقع. فبتحصل بصبات. فعشان كده هنا لازم تكون الارضية بتاعتي مقاومة للانزلاق. بعد كده سهولة التنظيف والتطهير. سهولة التنظيف وتطهير. لازم يكون التنظيف عندي والتطهير سهل جدا. ما يكونش فيه اي عوائق في الارضيات. الزوائد للدقاء الدائرية وليس القائمة. الزوائد للدقاء الارضيات بالحوائط لازم تكون دائرية ازا ما احنا قلنا قبل كده علشان ما تكونش مقوى للحشرات او الاتربة والاوساخ ما تتجمعش فيها. لان المكان الدائري ده بيبقى سهل تنظيفه وسهل تطهيره عن الزوائد حادة اللي هتبقى موجودة بين الحوائط والارضيات او الحوائط وبعضها. بعد كده اشتراطات الميل والصرف الجيد. بيكون فيه نسبة ميل للارضيات بحيس ان اي مية تسقط على الارضية بيبقى ده بيسبب ان المية دي بتنزل في العملية الصرف او بلعات الصرف الموجودة. العادة الصرف الامنة اللي موجودة في المصنع. ارضيات المنشقى يجب مراعاة الاتي. يجب ان تكون الارضيات ملائمة لعمليات الانتاج. بان تكون قوية لتحمد سير وسائل نقل الخامات. والمعدات الصغيرة ذات العجل. اللي هي القلارة او العربيات الصغيرة. يجب مراعاة الاتي. طرورة الحفاظ على نظاف الارضيات وتطهيرها باستمرار اثناء عملية الانتاج تفاديا لحدوث اي من الاحتمالات المؤدية للتلوث. يعني لازم انضف الارضيات باستمرار. لازم انضف الارضيات باستمرار. الا تكون الارضيات منفزة او ممتصة للرطوبة. يعني الارضيات بتاعتي ما تسمحش انها تتشرب بالمية. ما تسمحش انها تتشرب بالمية. لا. المية. لو قد عليها تمشي تروح للعملية الصرف. وثابتة. وغير قابلة لتشركات او الكسر. ما تتكسلش بسهولة وما تتشعقش بسهولة. ان تكون الارضيات مكونة من مواد عزلة. مثل الصراميق. زي المواصفات الملائمة لاجراءات التصنيه بان تكون مقاومة لانزلاق لانزلاق العاملين بالمنشأة. ولا تسبب اي عائق لحركة سير. لحركة وسير العاملين. بحيث ان ما يكونش فيها التفاعات والخفضات كتير. في الارضيات. فبالتالي بتعمل اعاقة لسير العمال. والمعدات بتاحتي. او الحاجات الماكينات اللي انا بانقل بيها. اذا كان مواد الانتاج او مواد الصيانة او مواد الخام او اي حاجة بنقلها من و الى المصنع. من و الى المصنع. ان تتكون الاسكف من مواد ثابتة ومطلية بطلاق ثابت غير قابل الانتصاص وان تكون قوية غير قابلة للكسر او التهشم لمنع فرص التلوث. هنا بالنسبة الاسكف المنشآت بقى. السقف لازم يكون ثابت. متكون لما عملوا من مواد ثابتة. او الطلاق بتاعه او الديهان بتاعه بيكون من مواد ثابتة. ما ينفعش ان الديهان الاب يسقر بسهولة او بيقع بسهولة. الطلاق ده او الديهان ده ما ينفعش ينطص البخار او البخار المية او المية او اي حاجة من عمليات التصنيع. لازم يكون لون الديهان بتاعي فاتح. علشان لو حصل اي تلوث. ابدأ اشوف التلوث ده فين? او المكان الاوساخ دي فين? وابدأ اعمل لها عملية نظافة او تطهير. غير قابل للكسر. غير قابل للكسر. او التهشم لمنع فرص التلوث. الاسخف الاشتراكات الاساسية. الالتفاع بتاعي يكون مناسب. زي ما احنا شايفين في الصورة. سلطة تنظيف وتطهير. عزل للحرارة. سلطة تنظيف وتطهير عزل للحرارة. تأمين فتحات والتهوية ان وجدت. الاوناش لا تؤدي لتلوث. عزل وتمييز المواسير ومرعاة بعدها عن المنتجات. وفي النهاية ابدأ اقول لكم على حاجة بالنسبة للزميلي. اللي هنا. بالنسبة للاوراق تقييم الطلبة. لازم يكون فيه بطاقة التعارف زي كده. زي ما احنا شايفين في الصورة. بطاقة التعارف فيها بطاقة التعارف الاسم البرنامج الصف الوحدة. بعد كده بيانات الطالب. بيانات الطالب. تاني حاجة. بيان بحالة الطلب زي كده. بيكون فيها الاسم. والحلق المخرج الاول تاني تالت زي كده. بالنسبة للوراق التالتة. انا باخدهم معاكم بسرعة عشان الوقت. وبازن انها الحلقة جاية هفردهم معاكم بالنسبة الزميلي بسهولة. هنا لازم يكون موجود وكامل. زي كده. ومكتوب بحيس ان زميلي ما ينفعش يكتب ايه? لا هيكتب بكمية الطلبة كبيرة ما ينفعش. فلازم يكون مكتوب بزي كده. وابدأ اعلم اللي موجود فيها. لو مش موجود هيبقى ايه غياب? موجود هيعمل عملية صح. الطالب الغايب في التقييم لازم استمرت غياب زي كده. على حسب المخرج. والوحدة وتاريخ التقييم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم. الوقت معاكم بيجري بسرعة. ونراكم قريبا في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.